ومعنا أول سؤال لأستاذة أمت الله من سهاج أستاذة ألو تفضلي يا فاند السلام عليكم وزيكا يا فاند وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سمحت أنا عندي سؤال وطلب معلش تفضلي يا فاند أول سؤال أنا عندي سنين كتير صلوات فائتة فأنا بصلي مع كل صلاة بصلي صلاة طي وبصلي قيام ليلة والضحى طي وأوقات باجي في أيام تاني أصلي الأيام العادية وما أصلي بالليل من الأيام الفائتة فأنا فاعت بطلخبط وبحس نفسي أن أنا تايهة ومش عارفة لأصلي كده أنت عامل عدد الصلاوات اللي عندك حوالي سبعة ثمان سنين يعني أنت عاملهم صح بعمل فيهم بس السنن أوقات يوم أصليهم مش قصدي كده مش قصدي أنت رصداهم يعني وبتعلمي عشان بعد كده عشان ما تطهيش أنا لما أجد أصلي بقول نويت صلي يوم من أيام اللي عليها بس لا لا أنا مش قصدي كده أنا قصدي أن أنت تحصري الكلام ده لا أحسن بينا عليك على وشي وسوسة آآ آآ يعني أنا لما حتى لما بسيب الصنع لا أنت على وشي وسوسة بس أنا ما عايز أحليلك ده عشان ما أنت وسوس أنت تبقي حصرة أني والله أنا عندي خلصنا شهر اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة حداشر اتناشر خلصنا سنة خلاص أدي سنة فأنت لازم تحصري ده تقولي أنت بادية منين وتحصري ده عشان ما تجيش تتلقبطي تاني فلازم استعيني على زاكرتك بالكتابة خلاص بس أنا مش بتلقبط في دي أنا نفسي بتوصيصلي إن أنا سايبة سنة رسول الله وإن أنا مش بقضيها وإن أنا بقضي من الأيام اللي عليها وإن أنا كده ملافقة وإن أنا كده مش عارفة إيه أجي أسيب ده وأسيب ده بشيلا أقولت بشيلا أحسني ما دي الحاجة التانية اللي أنا كنت أكلمك في الوسواس إن هي دي هي لإما بتبقى الوسواس في العدد أو الوسواس في إيه أنت سايبة سايبة السنة سايبة سنة رسول الله أولا ترك سنة رسول الله وإن أسلام مش هيخلي الواحد في أي مكانة لكن ترك سنة رسول الله وإن أسلام بيزيد الإنسان محبة وقرب لله سبحانه وتعالى ده إذا كان هو عنده قدرة أنه هو يعمل السنة لكن واحد عنده مشغول بشيء تاني ده مش معناها أنه ما ياخدش السنة أنت مش كنت بتعمل السنة قبل قبل كده لو كنت بتعمل السنة قبل كده إن شاء الله تاخدي ثوابه لكن تعالي نرجع ونقول أن حديث رسول الله سلم بيحل المسألة دي وما تقرب إليه المتقربون بأحب مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب يبقى أكتر حاجة أكتر حاجة أحب الله سبحانه وتعالى زي ما ورد في الحديث القدسي الفرائد فأنت بتعملي أكتر حاجة بيحبها مولانا سبحانه وتعالى واللي قال لنا كده حضرة النبي فردي على نفسك دايما أقول لها مين قال إن شاء الله هكثر من السنن بعد كده وحضرة النبي عارف شوقي واللي أنا بعمله ده إن شاء الله يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى لأن اللي بلغنا كده وأمرنا بكده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقول لنفسك طول الوقت هذا الكلام وإن شاء الله ربنا يوذيب عنك الوسواس موسيقى